نروح كمان للإمارات ونشوف أول تمرين أو نتابع أول تمرين نهاردة الأهلي أول تمرين إن شاء الله سعدادا لمباراة السبت مونتري المكسيكي وأطمينكم على علي معلول اللي وصل وشارك فيه تمرينت النهاردة وبالمناسبة الغيابات المعكدة عشان فيه كلام كتير جدا على الإصابات سواء في المنتخب أو في النادي الأهلي الغيابات المعكدة بالنسبة لمنتخب مصر هم اللعب الدفاع أحمد حجازي وأكرم توفيق أبو جبل موقفه ما تحددش الشناوي مش هيشارك في مباراة الكاميرون وهو والد جدا ما يلحقش إن شاء الله بإذن الله المطشل تاني سواء كنا لقدر من نعب على ثلاثة أو رابع أو إن شاء الله وصلنا للمباراة النهائية لكن هيكون صعب أنه يلحق بها لكن أبو جبل منقفه لم يحدد حتى اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها حمدي فتحي ودي حاجة الحمد لله نتنفس السعادة زي ما بيقوله حمدي فتحي جاهز للمشاركة واحتمال كبير يبدأ مباراة الكاميرون أساسيا أما بقى فيما يتعلق بمشاركة الشناوي في مونديال الأندية فكلام كتير برضو النهاردة وإشعاعات كتيرة جدا على غياب محمد الشناوي عن مونديال الأندية حتى لو وصل نادي الأهلي لمباراة النهائية يحب نتكلم على مباراة رفت تحية إن شاء الله يوم خمسة نأمل كده بإذن الله إن شاء الله أنه يكون معادنا التانية أو مباراتنا التانية في مونديال الأندية كاس العالم يوم تسعة وده معناه أنه إحنا وصلنا قبل النهائي وإذا نجح الأهلي في تخطي عقبة قبل النهائي اللي غالبا هتكون في مواجهة بالمراس أو هتكون في مواجهة بالمراس بالفعل يبقى هينتظر ليوم 12 عشان يلعب في المباراة النهائية مع الطرف التاني طبعا اللي غالبا هيكون شلسي لكن كلام كتير بيقول إن الشناوي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية هتمنعه حتى من اللحاق ببقية مباراة أو استكمال مباراة النادي الأهلي في مونديال الأندية والكلام ده برضو مصحيح أأكد لحضراتكم إن الشناوي عنده فرصة إن شاء الله بإذن الله يعني لو كان جاهز إن شاء الله فيه فرصة مازال هناك فرصة للحاق بفريق النادي الأهلي في أبو ظبي وعلى كل الأحوال علي لطفي وشوبير حقيقة يعني كلنا ثقة في إن هم يقدروا يحروصوا مرمى النادي الأهلي خليني أخذ حضراتكم لأهم عنوين حلقة النهاردة وبالمناسبة بما نحن نتكلم على المونديال النهاردة سيكون معنا واحد من النجوم تشيلسي نجمة تشيلسي سابق ديفيد ليه هيكون ضيفة لنا في السادسة النهاردة من خلال فيديو كونفرنس هنتكلم معاه طبعا على مشاركة تشيلسي السنة دي في بطولة كاسر عالم الأندية ورأيه فيها ورأيه في مستوى الأندية المنافسة وفرصها في منافسة تشيلسي على اللقب طبعا تشيلسي هو المرشح الأبرز أو المرشح الأول للتتويج ولكن في النهاية كورت القدم ما فيهاش حسابات وتشيلسي نفسه شارك قبل كده في كاسر عالم الأندية ووصل للمباراة النهائية ولكنه خسر اللقب أمام كورنثيانس البرازيل خلينا نروح لأهم الأخبار والعنوين في السادسة مع حضراتكم النهاردة الأهل يخود أول ميران اليوم بالإمارات السعدادة لمونديال الأندية ومحمد محمود ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم معلول ينتظم في معسك الفريق بالإمارات والمنتخب يبدأ اليوم تدريباته السعدادة لمباراة الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا سلبية المسحة الرسمية لمحمد صلاح ولجميع لعادي المنتخب قبل مباراة الكاميرون وصلاح نفكر في مباراة الكاميرون فقط واللعبون بحالة جيدة